ده اللقطة دي يا جماعة والخبر ده وهذا التوصيق بيتناغم مع اللي أنا قلته دايماً الآلي أحداثهم موثاقة يعني التعالي الدولي يقدم النادي الآلي كما يليخ بين النادي الآلي ومكانته وكما يراه المجتمع الدولي كرة القدم وإحنا رايحين قطر أراد الآلي أن نستثمر الحدث لصالح جماهيره وجالياته في قطر أن ينقل لهم دولاب عمل كامل يعملون عضويات هناك الكلمة بتاعة المسؤول عن الاشتراكات كلمة بتقولك إيه؟ ده اللي كان حسن اختيار الناس اللي اتعبر عنك مدرك تماماً لمسؤوليته فاهمها فاهم وجاي يعمل ايه عارف يعبر عنها ازاي فاهم علاقته بالأجهزة التنفيذية وسياسة النادي الآلي وستراتيجيته فبيتكلم بشكل عاقل وموضوعي ورصين رئيس الرابطة دكتور حسام وهو رجل جميل جداً وأنا أعرف جوز كبير من المستشار حسام أهل مستشار حسام يعني أعرف منهم من زمان ناس يعني الدكتور سامي آسم كمان كان من المؤسسين زمان يعني فأنا ده بيدلك برضو شوف مستوعب فكرة أن ينتقل إليه النادي الآلي عشان يدول فرصة استثنائية وتعتبر أخيرة بالأسعار الحالية ده يا أستاذ إبراهيم والنادي الآلي يستبق الأحداث يغتنم الأحداث يتواصل بشكل موضوعي ومحترم مفهوم جداً وتجد فيه اتصاق بين جماهيره الجلسة التنفيذية مجلس إدارته اللي راسم لهذه السياسات اللي كله بيخضع لثقافة ومبادئ وقيم واحدة والفرصة لازالت متاحة ومهمة لكل الرغبين في الانضمام لعائلة الأهل سواء المقيمين هنا في مصر أو اللي موجودين في دول الخليج للانضمام لعائلة الأهل وفقاً للأسعار المتاحة وقبل سرايان الأسعار الجديدة نطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل